اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والذي يجسد رؤاكم السديدة التي تنير لنا الدربة جميعا لمواصلة مسيرة العمل الوطني وما اجتمله من مضامين جامعة تعزز من مسارات التنمية على مختلف الأصعدة وتسهم في رفض المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالتكم أيدكم الله لتحقيق مزيد من النماء والازدهار للوطن والمواطن نعاهد جلالتكم بأن تكون توجيهاتكم الملكية السامية على الدوام نهاجا للعمل الحكومي وباعثا لمزيد من البذل والعطاء وأن الحكومة لتتشرف بأن تحمل دوما مسؤولية تنفيذ أوامر جلالتكم أيدكم الله حيث ستباشر فورا بالشروع في تطوير مدينة المحرق كما يصرني في هذا اليوم الذي نشهد فيه افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي السادس أن أنوها بما تحقق من مجازات ونجاحات مشرفة لمملكتنا الغالية والتي جاءت ثمارا لرؤاكم وتوجيهاتكم الحكيمة كما أن الجهود الحثيثة التي توالي بذلها كوادرنا المخلصة في الحكومة والسلطة التشريعية والقطاع الخاص والقطاع الأهلي وكافة المواطنين والمقيمين والتي تشكل مجتمعة فريق البحرين الواحد والتعاون المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان لها الأثر الكبير في مواصلة الإنجاز والبناء وخلق المزيد من الفرص النوعية للوطن وكافة أبنائه الكرام ختما يشرفني في هذه المناسبة أن أجدد لجلالتكم الطاعة التامة والعهد المخلص لمواصلة تحقيق تطلعاتكم وتنفيذ رؤاكم السديدة وتسخير كافة الجهود من أجل تحقيق رفعتي ونماء وتقدم مملكة البحرين على مختلف المستويات داعي الله العلي القدير أن يديم على جلالتكم موفور الصحة والسعادة وطول العمر ونمتم سيدي سالمين موفقين ابنكم المخلص سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وقد بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي الإبن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقينا ببالغ الشكر والتقدير تهاني سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم بمناسبة افتتاحنا لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي شورى والنواب وما تضمنته التهدئة من معاني الوفاء لنهجنا الإصلاحي ومن إشادة بالكلمة السامية التي رسمنا من خلالها مسارات التطور الوطني في المرحلة المقبلة بإذن الله تعالى بفضل تضافر جهود سموكم الخير والمخلصين من أبناء الوطن والشراكة الوطينة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في سبيل رفعة مملكة البحرين وتقدمها على طريق النماء والازدهار في إطار التوجهات الوطنية التي ترسم طريق المستقبل الزاهر والمزيد من المنجزات الحضارية معمرين بهذه المناسبة عن عظيم الاعتزاز بما تحقق من إنجازات كبيرة وتطور مشهود كبير بفضل ما حققتموه سموكم من إنجازات تنموية مشرفة وبما تبدلونه من جهد متواصل في كافة المجالات بقيادة العمل الحكومي بكفاءة واقتدار لتحقيق ما يصب إليه الجميع من تطلعات وأمال معربين لسموكم العزيز عن خالص الشكر والتقدير لما جاء في البرقية من مشاعر مخلصة ومن استعداد دائم لترجمة الرؤى والتوجيهات إلى برامج ومشروعات حكومية تسهم في بلوغ الغيات وتحقيق الأهداف المرجوة بإذن الله تعالى سائلين المولى عز وجل أن يحفظ سموكم ويمتعكم بمفور الصحة والعافية ودمتم سالمين موفقين والدكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين